الباب مئة وثمانية باب كراهية الأكل متكئا عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا رواه أبو داود قال الخطابي المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته قال وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام بل يقعد مستوفزا لا مستوطئا ويأكل بلغه هذا كلام الخطابي وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه والله أعلم وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرى رواه مسلم المقعي هو الذي يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم